موسيقى أنا كنظن بأنه هره الاختيار هو اختيار بعد سياسي أصلاً ما نظنوش بأنه ره الاختيار باش لي كيجعل أنه كان أعطيه الإمكانيات الفلاح الكبير إلى آخره ره اختيار سياسي كيدخول في المنطق ديال السلطة ما تنقره إلا كتعرفو ريمي لوفو كتب واحد الكتاب اللي معروف الفلاح مو ديفونسور دوترون المهم هو المدافع على السلطة أي أنه ما تقول هذا السياسي للأعيان أيضاً أي أنه كتخلق أعيان من الصنف القديم والله الجديد المهم أعيان اللي كتعطوهم الإمكانيات ديال الإتراء كتعطوهم الإمكانيات ديال تراكم تراوات ولكن كيرجعوا في نفس الموقت يرجعوا ركائج ديال الدعم ديال السلطة ديال الحفاظ على الأمن بالمعنى الأمني بالمعنى الأمني بالمعنى الأمني في العالم القاروي بالمعنى الأمني هذا الأول إذا هذا داخل في واحد السياق سياسي واحد المنظور سياسي في هذا الإطار هذا مع الأسف الحصة ديال الفلاح الصغير ما يمكنش تكون يعني ما يمكنني أخذ غير الفتاة إذا هذا ما يعني كيعني بأنه البديل خصو يبدأ طبعا بتغيير ميزة القوى سنظن أنا بأنه الأساسي الأساسي هو أنه الفلاح الصغير بخصوه من الضمورة صغير خصوه من الضمورة صغير خصوه من الضمورة صغير خصوه من الضمورة صغير يوعاه بأنه القوة ديالهم راه في توحيد في التنظيم والتوحيد ديالهم فمين غد يكون عندهم قدرات فاوضية مهمة طبعاً غد يمكن لهم يفرضو باحترام المصاحل إذا أنا دائماً سنقول ضرورات التوحيد والتنظيم والتكتول والتكتول بكل بكل الصفات المعروفة زي ما يمكنكم الصعيد المحلي الجهوي المهاني بالنسبة للسلسلات الفلاحية كلها أو قطاعية المهم هو خص التنظيم البعد المغاربي أو العربي طبعاً أنا كنشوفوا بأنه أيضاً غد يكون عنده واحد القمام وضافة مهمة جداً ولكن جميع وعيك يشوف أنهم على أسفل الكراه الكبير كشنو هو أون كوينفو السياسي من كثقبت البلدان دي الغير بقوا غير في المغرب العربي مثلاً أو المغرب المغرب الصغير أو الكبير ومشي عربي يكون عربي أمازيغين اللي بغيتي في إطار هاد إلي أخذينا هاد شمال إفريقيا راك نشوفوا بأنه موضوعياً موضوعياً كين تكامل كين تكامل بين الاقتصاديات وبين الفلاحات موضوعياً موضوعياً كين أشياء اللي المغرب يتجه بجودة وتنافسية كين أشياء أخرى في الجزائر أشياء أخرى في تونس إلى آخر كين تكامل موضوعياً شو كي يبقى كي يبقى كي يبقى بأنه هو أنه تنظم هات التكامل ولكن في الأعلى بالأعلى ما شكت سنحت للسوق أي أنك منك تكون نظرة موحدة على الصعيد ديال هاد كين أخذوا البلدان المغرب الجزائر تونس مثلاً كين تكون عندك نظرة على الصعيد ديال هاد البلدان هدي كيمكن لك تنظم الإنتاج لفلاحي لأنه إلا وصلت إحتى للسوق السوق ستبقى غير منافسة ولكن خستك على الصعيد الإنتاج أخذان بعيداً الاعتبار المؤهلات الإمكانيات الإكراهات أولاً طبيعية طبعاً الموالي الطبيعية ديال كل بلد الموالي المشارية الإمكانيات يمكنك تدمج هادشي كله في نظرة شاملة تنظم الإنتاج تجعل أنه مثلاً بلد معين يكون كيف تقولوا الوصول الوصول العظيم تكون في منتج معين أو منتج معينة التي تجد لتلبية الحاجيات ليس غير ذلك الحاجيات من المنطقة كلها في بلد آخر نفس الشيء هذا التكامل لا يمكن مجدين ومجدين 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 طبعاً طبعاً هذا الشيء يخطط يخطط ومشي زماء لخارج على الطاقة هذا الشيء كله بك تكون الإرادة السياسية حاضرة كيكون تيبقى القضية ديال الترتيبات والتنظيم ديال هاتشي تيتحل وأنا قلت لك اللي هو مهم بالنسبة لنا هو أننا بلدان متكاملين ماشي شيء شيء يدرب في شيء متكاملين كنا نزيد نحسنوا من القدرة ديال هات التكامل مشهو كيبقى أونكورين فوتي يبقى بأنه العائق مع الأسف هو سياسي ما كنشي شيء حاجة وحدة أخرى ما دام أنه المشاكين بين المغرب والجزائر هم على ما هم عليه ما صعب أنا كنظن بأنه الطريقة الواحدة باش الواحدة يمكن له قدر الإمكان باش يتجاوز هات القضية هي أنه التجارب تجارب ديال التكامل و ديال التضامن تكون على صعاد المجتمع المدني أنا من نسبة هذا هو الإيمان مع الأسف في الوضع الحالي ما كنشي شيء لا يمكن أن ننتظر شيئا من الحكومات أو من السورة ولكن المجتمع المدني راح حي 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 عنده دينامية كين تجارب المتعددة يمكن لها تكون بين المجتمعات المدنية اللي تكون لا بنا على محل لا بنا أولية في اتجاه الطريق الصحيح اتجاه قل غير المستقبل رابد